قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين في هذه الآية يبين لنا القرآن الكريم طبيعة أصيلة في الإنسان في أخلاق الإنسان في مشاعر الإنسان في إرادة الإنسان يقول سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا والهلوع هو كثير الهلع الذي يكون دائما هلعا والهلع هو الخوف الشديد فحال الإنسان كما خلقه الله عز وجل في خوف دائم إما خائف من شيء يخشى ضرره أو خائف على شيء يحب بقاءه إما خائفا على نعمة يخشى زوالها وإما خائفا من نقمة وفتنة تقع به فالإنسان من حيث الخلق دائما في هلع شديد يتمثل هذا في حالين إذا مسه الشر جزوعا والجزوع هو كثير الجزع وهو الذي انخلع قلبه من الخوف ولم يبقى عنده شيء من الثبات إذا مسه الشر إذا أصبته فتنة إذا وقع له شيء من نقص المال أو المرض أو الموت في الأقارب أو غير ذلك فإنه ينخلع من الخوف وإذا مسه الخير منوعا إذا أنعم الله عليه بنعمة يبتليه بها فإنه يمنعها وإنه يمنع حق الله فيها وإنه لا ينفق منها شيئا فالإنسان على هذا الحال دائم الخوف على شيء يحبه أو من أمر يخشاه إلا المصلين إلا الذين هداهم الله والذين وفقهم الله والذين صدقوا بالله سبحانه وتعالى واستسلموا له وخشعوا له وذكروا الله عز وجل فهؤلاء ليسوا من أهل الهلع ولا من أهل الجزع ولا من أهل المنع لما رزقهم الله تعالى إلا المصلين